بسم الله الرحمن الرحيم إذا أردت أن تحقق حلمك فاتبعه بإرادة قوية بعقيدة قوية أنك ستصل إلى هذا الحلم لا تيأس لا تتشاءم لا تجعل الهموم تغلبك اعتقد بأن الله سبحانه وتعالى معك وأنه سبحانه وتعالى سيوصلك إلى ما كنت ترجو وإلى ما كنت تبغي اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون واسمع إلى قول الله تعالى من كان يريد الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ومعنى ذلك بأن إرادة الإنسان لو كانت قوية فإذا الله سبحانه وتعالى يحقق له ما يريد فاجعل إرادتك في الدنيا في الخير وفي الآخرة في الخير ينيلك الله سبحانه وتعالى ما ترجو من الخير في الدنيا والآخرة فأبشر وتفائل وابتسم للحياة ولا تقمط ولا تحزن ولا تترك الهموم تقتل أحلامك أو تقتل قلبك فإن كل الخير في الرضا والقناعة والسعادة والجد والاجتهاد والوصول إلى الهدف فإن ترتيب كثير من الأمور تكون على نية الإنسان التي هو أعطاها الله سبحانه وتعالى له وهو حر فيها أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن التوكل عليه ودوام الإقبال إليه وأن يحقق لنا ما نرجو من الخير في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته